تفجير تقسيم هل كانت رائحة الإرهاب في الهواء أم ولي فيها مآرب أخرى تغير المناخ أكبر تهديد واجهه العراق على الإطلاق لكن هل هناك أمل في التغيير من الرجع إلى الرعب لماذا يخشى العالم صواريخ إيران ابقوا معنا بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفجير تقسيم في أسطنبول بتركيا أولا عمل مدان بكل معنى الإدانة عمل إرهابي مدان مهما كان الفاعل حتى لو كانت الدولة التركية أو الدولة العميقة في تركيا هي الفاعل أقول حتى وفرض المحال ليس بمحال فهو أمر مدان لأنه عمل إرهابي استهدف مدنيين استهدف منطقة سياحية مهمة جدا بالرغم من أن هذه التساؤلات التي تثار حول هذا التفجير الأخير كثيرة واحدة منها أنه جاء في تقريبا في نهايات الموسم السياحي التركي تعرفون جيدا الشتاء في تركيا يبدأ بيوم الثاني والعشرين من ديسمبر 12 يعني الشهر المقبل وهذه نهايات الموسم السياحي تركيا تعتمد كثيرا على السياحة هناك ملايين يزورونها سنويا والكثير منهم طبعا يأتي من روسيا ونحن أيضا مقبلون على انتخابات مهمة جدا برلمانية ورئاسية مفصلية في تركيا في شهر حزيران يونيو المقبل وتعرفون جيدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختزت شعبيته كثيرا لداخل تركيا وأيضا في خارجها على المستوى الاقليمي يبدو الموقف التركي أكثر ارتباكا من الوضع الداخل القلق المضطرب خاصة في ظل تورط أنقرة المتزايد والمتشعب في ملفات كثيرة واحدة منها طبعا الأزمة الأوكرانية تدخل تركيا السافر والمستمر في العراق وفي سوريا أيضا بالرغم من الانكفاءة الواضحة جدا في العلاقات التي تبديها أنقرة مع دمشق وأيضا في التصعيد الممنهج والمرتب من قبل السلطات التركية والدولة التركية مع اليونان بالإضافة إلى موضوع هذا الصراع أو الخلاف المزمن مع الاتحاد الأوروبي بالرغم من أن تركيا هي عضو في الناتو أحدهم يعني الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة حول موقف تركيا من انضمام فلندا ومن انضمام النمسا السويد عفوا إلى الاتحاد الناتو هذه تساؤلات يعني الموقف في العراق يعني هناك تورط كبير جدا من قبل تركيا ليس فقط في موضوع الاعتداءات التركية الممنهجة والمرتبة ضد شمال العراق التدخل العسكري أكثر من مئة بؤرة استيطانية وقاعدة عسكرية تركية موجودة في شمال العراق التوغل التركي المستمر داخل الأراضي العراقية في الشمال لا لا هناك أيضا تدخل سياسي سافر لاحظتم يعني بيدان هاكان رئيس المخابرات التركي الدور الذي يقوم به مع بعض القوى السياسية تحديدا القوى السياسية السنية أيضا لاحظنا الموقف التركي من بعض هناك عمليات أرهابية تدار داخل العراق أو تم تنفيذها داخل العراق تدار من غرف في تركيا شوفوا الكثير من قادة الحجد الشعبي لديهم مثل هذه المعلومات وبعضهم صرح بها مؤخرا هناك إعلام يجري توجيهه من تركيا ضد العراق ضد العملية السياسية ضد فئات معينة ومجموعات معينة داخل العراق وعلى رأسها طبعا الحجد الشعبي فصائل المقاومة القوى السياسية التي كان لها دور كبير في مقارعة داعش وكسر شوكته وتطالب بإخراج القوات الأجنبية برمتها من العراق وبالطبع منها كما قلنا القوات التركية وهناك كما قلت لكم أكثر من مئة قاعدة عسكرية وبؤرة استيطانية تركية استيطانية تركية هذا كلام تقرير لوزارة الدفاع العراقية طيب هل هناك تمت رسائل يريدوا الإرهاب منو الإرهاب هذا لازم نفتش عنه إرهاب الدولة إرهاب آخر ترعاه الدولة هل هناك ثمت رسائل يريدوا الإرهاب إيصالها للعراق وللمنطقة إلى سوريا باعتبار أن أيضا محاولات تركيا لإصلاح وتصحيح والعلاقة مع سوريا لاحظتم أنتم وهذا باعتراف اجتماع الأستانا يجب أنه كرره باستمرار اجتماع الأستانا يجري بين ثلاثة أطراف دولية مهمة روسيا إيران وتركيا روسيا وإيران يمثلون إلى حد ما أيضا الجانب السوري الرسمي يعني مخول كل مخولة تركيا روسيا وإيران بالتحدث نيابة عن سوريا على أساس أن تركيا ترفض الحديث مع الرئيس بشار الأسد في تلك الفترة عندما أنشئت الأستانا أما تركيا تمثل أبن الكارثة هنا تركيا تمثل ضامنة لأن الحديث عن حل سياسي الأستانا أنشئت أوجدت لكي يبحثوا عن حل سياسي للأزمة في سوريا بعد أن تأكد للجميع أن الحل العسكري فشل سوريا وحلفاؤها انتصروا عسكريا سوريا مع من وتقاتل تقاتل جماعات إرغابية مدعومة من دول منظمات تكفيرية ومنظمات مسلحة وحدد ولا حرج تركيا يا عزيزي ضامنة لمائة واثنين تنظيم مسلح طبعا تكفيري ما عدا جبهة النصرة وما عدا بعدين حولت اسمها جبهة النصرة على أساس حتى تخرج من لأنه جبهة النصرة مصنفة إرهابية وما عدا التنظيم الإرهابي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية مو معنى أنه تركيا غير ظالعة في دعم هذين التنظيمين الإرهابية لا ولكن لأن هذين التنظيمين دوليا مصنفان بشكل إرهابي كمنظمات إرهابية من قبل الأمم المتحدة بشكل خاص وبهذا لا تريد أن تركيا أن تظهر أنها ترعى هؤلاء لكنها ترعاهم وفق أدلة كثيرة فإذن هذا التفجير يثير تساؤلات كثيرة ناهيك عن أن عملية الاعتقال التي تمت لخلية قوامها أربعة وأربعون عنصرا تمت بطريقة مستعجلة جدا تؤكد بما لا يقبل الشك على الأقل أنه نعلي كما أعرب أخرى يريد من قام بهذا التفجير أن يحققها من ورائه في هذا الوقت بالذات بهذا الوقت بالذات يعني حتى هذه قضية أن والله تركيا ترفض التنديد الأمريكي أنا أعتبرها لذر الرمادي في العيون وحتى عندما يقولون بأن الامرأة التي جاء بها هي سورية وجاءت من داخل المنطقة التي تحتلها وتتواجد فيها قوات أمريكية أم هذا يثير التساؤلات ويثير التساؤلات أيضا الجدل الأكير الموجود في داخل تركيا حول الانكفاء فيما يتعلق بإصرار تركيا ورغبة تركيا في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أنت من تجي وتقول والله هذه الامرأة جاءت من سوريا يعني أنت أعطيت الفرصة لكي تفسح المجال للحديث مرة أخرى عن موضوع اللاجئين السوريين حزب العمال الكردستاني كما تعلم النفا صلة هو هذه العمليات خاصة عندما تكون هناك عملية لها تأثير أمني وقع أمني على الدولة التركية ويفعلها وينفذها لا أدافع عن حزب العمال الكردستاني لكنه تتبنى ذلك يا أخوان شوفوا وسائل الإعلام أول أمريكا يجوا ورادوا بأي أه شوما كان ينزقون القضية بإيران والله إيران عدها مشاكل مع تركيا وعدها خلافات ممكن يتكون إيران ضالع داعش التنظيم الإرهابي يتبنى علنا بالصوت والصورة عملية شاه شراغ الإرهابية هم يجون يقولون لا والله الدولة الإيرانية سوتها بينما هذا الموضوع تفجير تقسيم الذي يثير الكثير من التساؤلات حتى واحدة من هذه التساؤلات هي ربما حتى نكون موضوعين مو بس فقط الدولة التركية لا ربما تكون أمريكية ربما هي إيرسالة لتركيا لأنها اقتربت قليلا الآن في الأزمة الأوكرانية مع روسيا في موضوع تصدير الحبوب وموضوع يعني قضية الحبوب والصادرات المواد الغذائية وخصوصا أيضا وأن إدلب التي كان القائد الشهيد قاسم سليماني قد وعد بتحريرها وهي تقريبا آخر جيوب التكفيريين الذين تدعمهم تركيا هي أيضا يجب أن تكون على الأبواب سواء في الحل السياسي أو عن طريق العمل العسكري وهنا يحق لنا أن نتساءل هل من سليماني آخر ينقذ الموقف فيما يتعلق بإدلب وسوريا وما يراد له أن يتحقق في العراق بالتأكيد نعم كيف فكروا بيه ابقوا ضعنا تغير المناخ هو أكبر تهديد واجهه العراق على الإطلاق طبعا ليس أكبر من التهديد الأمني وتهديد داعش الإرهابي لكن هل هناك أمل في التغيير في الحقيقة هذا عنوان تغير المناخ أنا شوي اتصرفت به هو أكبر تهديد واجهه العراق على الإطلاق لكن هناك أمل في تغيير الأمور أنا تساءلت عن مثل هذا الأمل هل هناك بالفعل مثل هذا الأمل عنوان لمقال كتبه نائب الممثل الخاص للأمين العام والمقيم والمنسق الإنساني للعراق هذا منظمة دولية مهتمة بهذا الموضوع أخيرا يعني طرح هذا الموضوع خصوصا على أعتاب ما جرى في مؤتمر المناخ الدولي الذي استضافته أو قمة المناخ التي استضافتها مصر في شرم الشيخ وحصل ما حصل فيها من جدل حتى أنه يعني بالرغم من أن هذه القمة هي قمة يفترض أن تكون مهنية لأن العالم كله يتعرض لأزمة كبيرة في موضوع المناخ في الاحتباس الحراري وطبعا هذا أيضا يؤكد نظرية القرآن الكريم في آخر الزمان يعني يوم القيامة إذا الشمس كورت إذا البحار سجرت كل ما يتعلق بيوم القيامة فيما يتعلق بحركة المحيطات الغرق الفيضانات ذوبان جبال الجليد خصوصا في القطبين الشمالي والجنوبي هذه كلها نظريات تحدث عنها القرآن الكريم والآن هم يقولون يعني حتى من فترة بعد ما اكتشفوا ثقب الأوزون ثقب الأوزون يتمدد ويكبر ويكبر وقالوا أن هناك جبال من الجليد بدأت تذوب وتذوب وهذه إذا تحركت وذابت نهائيا وتحركت يعني حتى مدوا بالصير ما أو مرة تتحرك قسم منها يذوب فتتحرك وتجي بسرعة هائلة وتدخل إلى المحيطات وتسوي عمل مثل فيضان نوح عليه السلام هذه خلاص بداية نهاية العالم حدثنا عنها القرآن الكريم في كثير من آياته فإذن المناخ مشكلة كبيرة مشكلة عويصة يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعاني منها تحاول أن تستغلها لتحقيق مآرب سياسية تحاول أن تستغلها لفرض إرادتها في قضايا اتفاقية المناخ الدولية لكن في النتيجة الظاهر العام للحديث عن المناخ هو يستهوي الكثيرين ويجب أن يدفع العراق بشكل خاص إلى الاهتمام بهذا الموضوع في قمة شرم الشيخ حصلت بعض المفردات الجانبية مثلاً قضية ناشط مصري بريطاني الجنسية حاول رئيس وزراء بريطانيا أن يتدخل بشكل صريح لكي يفرج عنه متهم بقضايا جنائية في مصر وأثيرت هالة أو حملة قوية إعلامية حول هذا الموضوع لكي يتم صرف الأنظار عن الأهداف الأساسية لهذه القمة مثلاً لاحظتم في تقسيم المقاعد أو الأماكن التي يجلس عليها الضيوف أيضاً تم ترتيب ترتيب جلوس الرئيس العراقي إلى يعني في مكان قربة أو إلى جانب رئيس الكيان الصهيوني اللقيط طبعاً شون يتم ترتيبه وفق الحسابات باللغة الإنجليزية يعني وفق الحروف الأبجدية إراق إراك إندية إراق إسرائيل إراق إيران مثلاً فكان يفترض بإدارة المراسم في وزارة الخارجية وفي رئاسة الجمهورية تحديداً أن تلتفت إلى هذا الموضوع لأن هذه الموضوعات تعد مسبقاً مو فوراً يعني مو ما تجي وليدة لحظتها مو في اللحظة اللي يدخل الرئيس العراقي يتفاجأ يلقى الكرسي ماله بصفة كرسي رئيس الكيان الصهيوني لا هذا كان يفترض أن يحل قبل دخوله لكن مع ذلك مع ذلك يعني وما أننا ندين أي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ونرفضها جملة وتفصيلة لكن للأمانة أقول هذا الأمر لا يتحمل مسؤوليته الرئيس عبداللطيف رشيد نعود إلى موضوعنا يعني مع نعقاد هذا المؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ وأيضا في شرم الشيخ ما يسموه قمة وبعضهم يسميها مؤتمر وما يجب القيام به علينا أن نلتفت ونقول أن هناك مشاكل كبيرة يعاني منها العراق خصوصا في العام 2021 سجلت منظمة الأمم المتحدة المنظمات الدولية المعنية أن العراق في هذا العام وسجل أو شهد ثاني موسم جفاف له خلال أربعين عاما خلال أربعين عاما هذا يعتبر موسم الجفاف الأخطر والأكبر بسبب انخفاض معدل هطول الأمطار على مدى السنوات الأربعين الماضية وهذا قلت لكم إلى صلة بموضوع الأوزون تغير موضوع الاحتباس الحراري وهذه المقدمات التي حدثنا عنها القرآن الكريم أيضا انخفض تدفق المياه من نهري ججلة والفرات الذين يوفران ما يصل إلى 98% من المياه السطحية للعراق انخفض هذا الانخفاض تم بنسبة أكثر من يعني من 30 إلى 40 وربما أكثر بالمئة المناطق الأهوار لاحظتم أيضا عانت من جفاف لأنه هذه الموضوع له علاقة طردية سواء بالأمطار سواء المياه التي تأتي من دجدة والفرات بالنتيجة ارتفاع نسبة الملوحة التي تهدد الزراعة بشكل كبير وتهدد سبول العيش فعليت حال أن تغير المناخ بهذا الشكل يشكل خطرا كبيرا على المجتمع العراقي وبالنتيجة يؤثر على القطاع الزراعي وقد يؤثر على التنمية المستدامة لا تنسى التنمية المستدامة تحتاج إلى موارد مياه والعراق يعني وادي الرافدين وهذا يقول الرجل يقول أنا من راحت زرت العراق أو بدأت مهمتي في العراق هذا المنسق نائب الممثل الخاص للأمين العام والمقيم والمنسق الإنساني للعراق يقول من راحت للعراق هذا العراق اسمه وادي الرافدين حضارة وادي الرافدين قائمة على شنو؟ على الرافدين حضارة كبيرة عمرها آلاف السنين قامت على نهرين يقول راحت ما شفت هذا الشي شفت نهرين جافين فإذن يعني حتى هذه التسمية هم مع كل الأسف طبعا أقولها بحرقة هذه التسمية هم ما عادت تصلح شنو العراق بلاد النهرين وين هم النهرين فطبعا يكون منظمات أخرى أيضا يعني مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو وبرنامج الأغذية العالمي أيضا قالوا أن العراق هو من أكثر الدول في العالم تأثرا بتغير المناخ ما يستدعي إلى مواجهة جدية من قبل الحكومة العراقية من قبل جميع المسؤولين المعنيين من قبل جميع كل عراقي أصلا كل عراقي معني أساسا بهذا الموضوع هذا الموضوع يحتاج إلى تثقيف يحتاج إلى توعية مو بس نجي نذب شماعة هذا الموضوع والله على تركيا وشويهم على إيران وطبعا يساء استغلاله سياسيا نعم تركيا تتحمل مسؤولية لأن تركيا هي المياه النسبة الأعظم تأتي للعراق من تركيا وبعدين موضوع إيران عندك أنت أيضا إيران تعاني من موضوع الجفاف وقلت لكم هذا المو بس فقط نحن نجي نلقي بتبعات هذا التغير على دول الجوار ومع أنها معنية وهذا يستدعي الأمر إلى حوار جدي معهما لكن في نفس الوقت نحن نتحمل مسؤولية كبيرة لأن القطاع الزراعي تعرض إلى خطر ولأن العراق في تأمين المياه أساسا يعتمد على نهري دجلة والفرات وروافدهما ويعاني العراق أيضا من انخفاضات كبيرة جدا في مسألة المياه الأمر يستدعي جدية من قبل الحكومة العراقية الحالية وأنا لاحظت ملاحظة السفيرة الأمريكية هذه السفيرة الأمريكية تميزت عن غيرها من السفراء الذين جاءوا إلى العراق تهتم كثيرا عندما تتحدث عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق وبالحكومة العراقية الحالية الجديدة التي يرأسها السيد محمد الشاع السوداني تهتم بموضوع المناخ ما أريدا أقول لك أنا أؤمن بنظرية المؤامرة أو لا لا أنا أؤمن بنظرية المؤامرة لأن ما دام هناك خير وشر أكو من يتآمر ليغلب الشر على الخير وما دامت أمريكا هي الشيطان الأكبر وتريد أن تمارس دائما السبوعية والذئبية مع الدول الأخرى التي تريد تحلبها وتعتبرها شاهد وحمل وغير ذلك فيجب أن نشك بدوافع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع ونعرض ضيده من جهود الحكومة العراقية الحالية في مواجهة تغيرات المناخ لكي تتمكن هي نعم بالتعاون مع دول الأخرى هذا مو خط أحمر بس الخط الأحمر أن تتم أو يتم استغلال مثل هذا الموضوع لفرض إرادات سياسية وقلت لكم الولايات المتحدة أصلا ترامب تذكرون انسحب من قمة المناخ واتفاقية المناخ الدولية التي عندما كان رئيسا للجمهورية وبعدين عاد رجع بايدل لأنه الموضوع له علاقة بالسياسة وبالمصالح السياسية هل هناك أمل في التغيير؟ إن شاء الله نبقوا معنا من الرجع إلى الرعب لماذا يخشى العالم طبعا مو كل العالم أصدقاء إيران لا يخشون لماذا يخشى العالم صواريخ إيران؟ أخواني أحبائي إيران قبل أيام أعلنت عن تدشين وصناعة صاروخ فوق صرعة الصوت فرض صوت يسمونه وطبعا هذا يأتي في خضم حديث ونقاش وجدل وسجال حول أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة متطورة وتزود روسيا أو ستزود روسيا بصواريخ أيضا هذا الحديث الباليستية طبعا يتكرر هذه الأيام في وسائل الإعلام بغض النظر عن النفي أو التأكيد أقولوا أن بردامج إيران الصاروخي بشكل خاص وقدرات إيران العسكرية بشكل عام تثير قلق وغضب الدول الكبرى المستكبرة الاستكبارية المتغطرسة التي دائما تريد أن تعيش إيران ضعيفة وكما هو بس إيران تريد بقية الدول ليبيا أول مرة أنهوا موضوع برنامجها التسليحية وحتى برنامجها النووي السلمي سوريا أرادوا ذلك مصر كل الدول العربية والمسلمة يجب أن لا تكون دولا قوية وأن لا تكون دولا تستطيع أن تعتمد على نفسها في موضوع التسلح والدفاع إيران تحديدا وإيران بشكل خاص طبعا إيران مستدفة بشكل خاص لأن نظام الجمهورية الإسلامية نظام غريب في المنطقة نظام غريب شنو يعني نظام غريب لا يتفق مع المصالح الاستكبارية لا يتفق مع مصالح الهيمنة مع دول التي تريد دائما أن تكون هي التي تأمر والبقية ينفذون وخصوصا فيما يتعلق بوجود الكيان الصهيوني اللقيط والحرب الوجودية بين الجمهورية الإسلامية وعموم المسلمين والعرب أيضا حرب الوجود مع الكيان الصهيوني في قضية فلسطين المحتلة فلآن تشوفون هاي اتفاقات التطبيع هذه ما تحل المشكلة هذه مجرد تسكينات مجرد محاولات لتفتيت عرى ومفاصل الدول المقاومة التي ترفض التطبيع والدول التي تمارس فعل المقاومة من أجل تحرير فلسطين فالمهم أثار إعلان إيران مؤخرا نجاحها في صناع الصاروخ فرط صوتي الكثير من القلق لدى الدوائر الغربية وفي الكيان الصهيوني بشكل خاص ليش؟ لأن هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي يمتلك قدرات نوعية تمكنه من اختراق جميع منظومات الدفاع الجوي الصاروخي وبإمكانه أيضا المناورة داخل الغلاف الجوي وخارج الغلاف الجوي كما أنه يسير في مسار معقد يجعل من الصعب جدا اعتراضه لهنا؟ من تهينه؟ أخطر ما في هذا الصاروخ هو أنه يختزل المسافة بين طهران، بين الجمهورية الإسلامية وبين تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني اللقيط اللي بعدين نحولوها إلى القدس الشريف إلى بعض التقديرات تقول سبع دقائق بعض التقديرات لنحسب سرعة الصاروخ تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف كيلومتر في الساعة وبعضها ربما في أربع دقائق المسافة بين إيران وتل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني اللقيط اللي تحولت كما قلت إلى القدس يختزلها بهذه الدقيقة دقائق بسيطة هذا الخطر الكبير الذي يخشونه الآن أنت من تجي تشوف سابقاً كانت إيران تحاول أن تصل إلى معادلة الرجع فيما يتعلق بقدراتها العسكرية لأن إيران تعرضت إلى حرب من قبل النظام الصدامي السابق إيران تتعرض إلى تهديدات مستمرة لحد هذا يومك الكيان الصهيوني منذ قيام الثورة الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية يتحدث عن ضرب إيران وضرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ العام 1979 بعد انتصار الثورة كلها تتحدث عن الخيار ما يسمونه الخيار العسكري مطروح أو موجود على الطاولة إذا يقدرون بالنتيجة هم ينفذون هجومهم على الجمهورية الإسلامية وفعلوا في صحراء طبس إذا ذكرون في حادثة بعد اقتحام السفارة الأمريكية في طهران في نوفمبر العام 1979 حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تحرير الرهائن الأمريكيين الذين كانوا هناك قامت بعملية وقامت أيضا بمؤامرات كثيرة المهم على الاتحال إيران حاولت خلال الفترة الماضية وتحديدا بعدما سمي في فترة الحرب التي شنها صدام فترة سمي بحرب المدن سعت إلى إيجاد معادلة للردعي للردعي ولأنه تعرفون جيدا الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي السابق كلهم وقفوا ضد الجمهورية الإسلامية ومنعوها من أن تحصل على قدرات تسليحية في تلك الفترة مثلا يروي وزير الحرس الثوري آنذاك وانشئت في فترة ما وزارة باسم وزارة الحرس الثوري الإيراني وعين السيد محسن رفيق دوس أول وزير لها في تلك الفترة هو طبعا سعى مع المرحوم هاشمي رفسنجاني الذي كان مسؤولا عن ملف الحربي بأمر من الإمام الخميني القائد العام للقوات المسلحة سعوا إلى الحصول على صواريخ للردعي صواريخ سكوت بي لردعي نظام صدام الذي شن حرب المدن وكان يطلق صواريخه الروسية السوفيتية الصنع على المدن في الجمهورية الإسلامية ليضغط عليها لأن إيران حققت انتصارات في المعارك البرية ويريد نظام صدام بعد أن فشل في تحقيق أهدافه من تلك الحرب العبثية المجنونة أن يضغط بدعم من الغرب والشرق ودول في المنطقة على إيران لكي تقبل بوقف الحرب إيران رفضت إيران توجهت ذهب السيد محسن رفيق دوس إلى سوريا الرئيس الراحل هذا يذكره في مذكراته الرئيس الراحل حافظ الأسد والرئيس الراحل حافظ الأسد قال اعتذر قال نحن لدينا صواريخ سكوت بي لكن هذه الصواريخ العقد بيننا وبين السوفيت ينص على أننا لا ننقلها إلى دولة أخرى بالإضافة إلى أن الذين يقومون باستخدام هذه الصواريخ في داخل الأراضي السورية هم مستشارون من السوفيت فقال نطيكم أسلحة يعني بسيطة وخفيفة RBG ومع RBG وكلاشنكوف هذا ما يفيد فقال نصحه وقال لا يذهب إلى ليبيا لأن ليبيا العقد مالها محسب العقود العقد مالها مختلف مع الاتحاد السوفيتي الاتحاد شوفوا حتى الاتحاد السوفيتي كان إلى يعني مع مع بقاء الكيان الصهيوني معادلات القوى الكبرى لاحظوها لأن سوريا دولة مواجهة دولة تصدي يعني قريبة من المجاورة لفلسطين المحتلة فالصواريخ التي زودت بها سوريا من قبل الاتحاد السوفيتي كانت مشروطة بشروط قاسية ذهب السيد رفيق دوس إلى ليبيا فعلا ليبيا منحت إيران عددا من الصواريخ إيران استفادت منها لكن إيران قامت بتطويرها من هنا بدأ مشروع الصواريخ من هنا بدأ مشروع الصواريخ وكان المرحوم القائد طهراني مقدم حسن طهراني مقدم الشهيد حسن طهراني مقدم كان مسؤولا عن وعدة الصواريخ وأخذ على عاتقه العمل على تطوير صواريخ سكوت بي الروسية السوفيتية الصنع القادمة من ليبيا فككوها طوروها اشتغلوا عليها ومن فضل الله تعالى إيران الآن تحولت إلى دولة تثير الرعب في قلوب أعداء هذه إيران دولة الفقه هذه اللي يحشون عليها في وسائل الإعلام هذه اللي دونية من الدونية من الذين ينتسبون إلى شيعة علي بن أبي طالب إلى مدرسة أهل البيت يستهزئون بالعمامة محاولات للإساءة لعمامة رسول الله هذه إيران الآن تثير الرعب والهلعة والفزعة في قلوب أعدائها وأعداء محور المقاومة وأعداء كل الدول التي تريد أن تعيش بسلام وطبعا من ضمنها العراق اختر لنفسك مع من تتحالف مع إيران التي دافعت عن سوريا ورفضت وأيضا يعني عملت بمبدأ الوفاء لأن سوريا وقفت إلى جانبها أم مع دولة أخرى ترسل لك المفخخات والانتحاريين سلام على إيران التي تتعرض للمؤامرات وسلام على كل من يقف إلى جانب الحق أين ما كان في أمانة